قبل بداية هذا العام كان يحلم العراق بأن يناهز سعر برميل النفط الخمسين دولاراً بعد أزمة أحاطت بالوضع الاقتصادي العالمي وأربكت وضع الطبقات الهشة في الداخل لجأت الحكومة إلى رفع قيمة الدولار أمام الدينار لتلافي مشاكل تداعي أسعار النفط التي هوت تحت الأربعين دولاراً تحسن الوضع شيئاً فشيئاً وبدأت تتقافز الأسعار حتى وصل إلى ثمانين دولار وهو أعلى سقف للسعر برميل النفط منذ العام الفين وثمانية عشر وتعاظمت المدخولات المالية لخزينة الدولة أما المواطن الذي ينتظر خفض قيمة الدولار وينعاش الدينار وتحسين واقعه المعيشي بقى موقعه مراقباً أسعار النفط التي انتعشت وتضاعفت دون أي تغير على مستوى دعم الرواتب أو توظيف جيوش العاطلين من الخريجين وغيرهم تبرر السلطات دائماً أن تحسين واقع الحالي ارتبط برفع قدرة الإنتاج والتصدير وإيصال حجم النفط المباعي إلى خمسة ملايين برميل يومياً طموحات يسعى لها العراق لكنها تنصدم وتتلاشى بقرارات أوبك التي تحدد كميات النفط المصدرة معادلة طردية عندما ترتفع مؤشرات التصدير يحقق العراق وفرة مالية ويطوي صفحة العجز المالي في إعداد الموازنات العامة ويتجاوز مرحلة القروض الداخلية والخارجية من بغداد جابر جمال قناة رشيد الفضائية اشتركوا في القناة